مرحبا واضح أنا مروة زيتون عمري 26 سنة درست رقابة صحية وسلمة الهداء وهنا أنا إدارية بجمعية بنينا الخيرية مروة زيتون هي قصيرة قامة هيك المجتمع بيشوفها بس نجحت حققت من بعد التعب أكيد من بعد صهر الليالي أنا هلأ صرت حدا فخورة كتير بحالي دعم الأساسي لمروة هو دعم خفي أولا أكيد اللي هو قدرة الله سبحانه وتعالى طبعا هو الأول اللي هو خلق مروة زيتون وحطى بهيد الدنيا بس يمكن خلق مع رسالة وأكيد دعم الأهل لأن الأهل هن الأساس كانوا يقفوني دعموني خاضوا معي تجربة هيد المجتمع كمشوا بإيدي وقالوا لي يا مروة إنشي نحن حديك وطبعا من بعد ما تتخرجي وكمانا طلعت السابعة فيها على البلان لإختصاصي فهوني كانت في جمعية بني النبي الخيرية اللي في وجه لها تحية كبيرة إيمانت فيي وقالتي يا مروة أنت بدلت يكوني من موظفينا وأكيد هلأ صار فيه حداً تعم أساسي معي وعم بيقويني وحنكفل مشوار كله مع بعض اللي هو خطيبة زكريا مرحبا واضح أنا زكريا الحسني من عكار دارس محاسبة عمري 23 سنة زكريا تعرفنا على بعض من خلال مشروع كسار القامة باليوم العالمي لو كسار القامة اللي 25 أكتوبر فكنا عم نحضر لهذا النشاط وأنا كنت بعرفه قبل على التلفون بس ما كن في تواصل مباشر بين بعض فهوني كنت أنا بشوثه أول مرة فهو على أول تبعاني بيقول إنه نعجب فيه من أول نظرة فصرتنا شوي شوي نحنا نحكي أكتر مع بعض فبواحد قابل ساعة 12 ومص بالليل ببعثنا مسج هذه مجموعة بيضم فيها عدة أشخاص من قسار القامة من كال لبنان مجموعة قامتنا فخروا لنا اللي هي إن شاء الله حتصير جمعية رسمية عم نسعة فيه إلى عدة مشاريع اللي هي وعدة أهداف اللي هي أهداف توعوية أهداف ثقافية اجتماعية ومن ضمن حباينا الرياضية علموا ولادكم مثلا إنه يتفهموا يكونوا حد خيّن هيدا الإنسان يللي عندهم مش مس من قسار كما نور لأ يكونوا عندهم من الحالات الاجتماعية حالات الخاصة علموا إنه يكونوا ضلوا لحد إنسان دون يساعدوهم إذا كتطلع لبرة وتعاشوا وتساوي وتعمل لا حد تتلقي حلمك وصل لأيدك فالحمد الله قامتنا فخرا لا 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 اشتركوا في القناة